شكرا لك طيب إذن أهلا وسهلا بكم مشاهدين في هذا العرض الذي نقدم من خلاله أهم المؤشرات التي تتعلق بالامتحانات والمناظرات الوطنية لسنة دراسية 17 و2018 و2000 ونستهلها بامتحان الباكالوريا الوطني في دورته الرئيسية إذ بلغت نسبة النجاح 30.09% نسبة البؤجلين بلغت 32.10% ونسبة الرسيبين كانت 37.81% على معدى الوطني كان من نصيب التلميذة نجران الهاني عن شعبات علوم التقنية وهو 19.74% فيما يتعلق بدورة المراقبة نسبة النجاح فقد بلغت 36.34% ونسبة الرسيبين كانت 63.64% النمر الآن لنتائج النهائية إذ بلغت نسبة النجاح 41.72% ونسبة الرسيبين فقد بلغت 58.27% نمر الآن مشاهدين لمؤشرات امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام نوفيام 18.2000 إذ بلغ عدد المسجلين 30.611 تلميذة حذر منهم للامتحانات 26.044 تلميذة 1364 متأهلا كانت معدلاتهم تساوي 15 من 20 أو تفوقها وبالتالي فقد بلغت نسبة المتأهلين 5.23% ملك نوليسي من مدرسة سليانا النموذجي هي صاحبة أعلى معدل وطلي في النوفيام لهذه السنة والمعدل هو 18.59 3.150 مقعدا هي طاقة استيعاب المعهد النموذجية 18.2000 ونسبة التغطية بلغت 43.30% نمر الآن مشاهدين إلى مؤشرات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أو ما يعرف بالسيزيان 18.2000 إذ كان عدد المسجلين 56.872 تلميذة حضر منهم للامتحانات 51.538 تلميذة عدد المتأهلين بلغ 1662 تلميذة معدلاتهم تساوي أو تفوق 15 من 20 أي بنسبة متأهلين بلغت 3.22% أفضل معدل وطني كان من نصيب الثلاثي مريم المزراجي وتماظر العلوش وأحمد العريبي والمعدل الأعلى وطني في السيزيام هذه السنة هو 18.35 3725 مقعدا هي طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية القادمة وقد بلغت نسبة تغطية هذه المقاعد 41.61% شكرا لكم على حسن المتابعة مشاهدين كنتم مع هذا العرض لأهم المؤشرات المتعلقة بالامتحانات والمناظرات الوطنية 18.2000 والفاين